أعتقد أن هذا الفيديو سيتيح لي الفرصة للإجابة على أحد الأسئلة التي تدور في أذهانكم والسؤال هو ماذا حصل للذهب؟ تذكروا أنه عندما تحدثنا عن المصرف الاحتياطي هذا أو عن هذه المصارف الوطنية أو أيا كانت تلك المصارف لقد ذكرنا أنها تحتفظ بذهب كاحتياطي قد تتساءل هذه المصارف عن سبب احتفاظ كل منها باحتياطي من الذهب فلما لا يتم حفظ هذا الاحتياطي من الذهب في مصرف احتياطي واحد وبموجبه سيصبح هذا المصرف هو المصرف الوحيد المخول بإصدار أوراق مصرفية ممكن مقايضتها بذهب ومن ثم أوضحنا أن الناس قد تعودت بمرور الزمن على فكرة استخدام الأوراق النقدية نفسها كاحتياطي وهذه هي نسبة الاحتياطية التي كان يعتمد عليها المصرف متمثلة بأوراق النقد هذه كما أنني قد أوضحت أنه إذا أراد الاحتياطي الفدرالي أو مصرف الاحتياطي زيادة عرض النقد فبإمكانه طباعة أوراق نقدية جديدة الأمر الذي يترتب عليه التزامات أوراق نقدية قائمة ومن ثم يمكنه استخدام هذه الأوراق لعقد صفقات السوق المفتوحة مما سيزيد القاعدة النقدية وفقاً للاقتصاد أو لاحتياجات مشاريع مختلفة وذلك حتى يتم تنفيذ هذه المشاريع ولربما أنكم لاحظتم في النقاش السابق أن هذا الجزء الأصفر الذي يمثل الذهب قد كان مستقراً هنا ولم يكن له أي علاقة بالاقتصاد فقد كان مودعاً هنا وإذا أردتم معرفة من الذي يتم فعله بهذا الذهب لقد تمثل دوره بتعزيز الثقة بأوراق النقد وبمنح الثقة إلى حد ما لأنه عندما ذكرنا أن هذا الذهب كان يدعم هذه الأوراق فربما أنه كانت هناك كمية من الذهب مساوية لحجم الأوراق أو من الممكن أن يتم استبدال هذه الأوراق بذهب عند معدل ما ربما عند معدل 35 دولار للأنصة الواحدة أعتقد أن هذه النسبة الأخيرة لسعر الذهب مقابل الدولار ولكن إذا تحدثنا بمزيد من التفصيل هنا سنلاحظ وجود أمرين غريبين أولاً إن الهدف الرئيسي من إيجاد عرض النقد المرين هذا هو زيادة أو تقليص النقد حسب حاجة الاقتصاد وعلى الأرجح سيترتب على هذا الأمر أوراق قائمة لأننا نتحدث عن نظام احتياطي جزئي وفي هذه الحالة ستكون الأوراق القائمة أكثر من الكمية الحقيقية للذهب وينطبق هذا الأمر حتى عند الحديث عن سعر الذهب القياسي فكما تلاحظون إن حجم أوراق الدولار هنا أكثر من كمية الذهب الحقيقية وبالتالي يتوجب علينا المحافظة على كمية قليلة من الذهب خشية أن يطالب الناس بودائعهم أقصد في حال قيام نسبة X من الناس بالمطالبة بكميات الذهب التي أودعوها حيث قد يطالب هؤلاء الناس المصرف المركزي بذهبهم لكن في الحقيقة لا يوجد للذهب بشكل أساسي أي وظيفة أخرى حيث لا يتم تداوله في الاقتصاد ولا يساعد في إتمام الصفقات أي أنه لا يستخدم لأي هدف آخر سوى كونه محفوظاً في فورت نوكس أو في أي مكان آخر يحفظ به إلى حد ما يشكل الذهب عباً أكثر من كونه قيمة حقيقية وذلك لأن إمكانية تحويل الأوراق النقدية هذه إلى ذهب قد فرضت على المصرف المركزي ذاته وجود نسبة معينة من متطلب الاحتياطي وإذا اعتبرنا أن نسبة الاحتياطي المطلوبة يتم فرضها بشكل عشوائي سنجد أن هذه النسبة تعتمد على حجم الذهب المتواجد في العالم فمن أجل زيادة عرض النقد مع الدخل المحلي الإجمالي وذلك لقيام الناس بصناعة أجهزة الحاسوب وإنشاء الطرق الرئيسية وصناعة السيارات إضافة إلى إنشاء الطرق السريعة حيث شهد العالم تطوراً لجعل عرض النقد قادرة على تلبية حاجات هذه الأنشطة الاقتصادية المتزايدة فإذا حفظنا على مقياس الذهب وإذا أردنا الحفاظ على هذه النسب بين النقد والذهب علينا زيادة حجم الذهب وفقاً للوضع الاقتصادي وبالتالي نستنتج أن هذه العملية تتم بشكل عشوائي فقد يوجد هناك كمية كبيرة من الذهب أو قد لا نجد أي تذهب وهذا الأمر ليس له علاقة بتقدمنا التكنولوجي أو بحجم الجهد الذي نبذله وهذه الفكرة منطقية فإذا تخيلتم سقوط جسيم من الذهب بشكل مفاجئ على الولايات المتحدة فهل سينخفض سعر الدولار لأن قيمة الذهب قد انخفضت؟ أو في المقابل إذا كان هناك عجز في الذهب لأي سبب كان فهل هذا سيقلل من قدرتنا على تداول النقد بيننا؟ وكما أشرت قبل ثلاثة فيديوهات لا تعتبر الأوراق النقدية عبارة عن التزامات فقط على المصرف المركزي بحد ذاته لكنها تعتبر التزامات على الحكومة الأمريكية دعوني أسألكم سؤالاً الآن هل تفضلوا الاحتياطية المدعومة بالذهب؟ أم الاحتياطية الذي تدعمه الحكومة الأمريكية؟ أعلم أن الكثيرين منكم سيفضلون الذهب فقد تعتبرون أن الذهب له قيمة حقيقية في حين أنكم قد تظنون أن الحكومة الفدرالية تكذب وتغش وتسرق وتهدر الثروة دائماً ولكن عند التفكير ملياً بهذه الفكرة سنجد أن الذهب بحد ذاته لا يعتبر ثروة على الرغم من أنه يمكن أن يستخدم ليمثل الثروة لأنه يعطي منظراً جميلاً ولا يتآكل أو في الماضي قد نجد شخصاً ما يقول أنا مستعد لحرث حقلك مقابل إعطائي قطعة ذهبية إذن هذه هي القيمة الوحيدة للذهب فكما تعلمون لا يتم استخدام الذهب في عقد الصفقات كما أنه لا يؤكل ولا يحفزنا ولا يزيد من سعادتنا وبالتالي لا يعتبر ثروة حقيقية وماذا عن الحكومة الأمريكية الآن؟ تمتلك الحكومة الأمريكية الحق والسلطة لفرض الضرائب أعرف أن الضرائب سيئة وأنا لا أحبها شخصياً إلا أنها في الحقيقة تستطيع تحصيل التزاماتها المادية من الاقتصاد الأمريكي أليس كذلك؟ إذن بإمكان الحكومة أن تفرض ضرائب على الاقتصاد الأمريكي والذي يعتبر ثروة حقيقية حيث يجتمل على الأيد العاملة والمشاريع والأرض والموارد أي كل شيء يحفزنا على العمل من أيدي عاملة ووضائع الخدمات وقدرتنا على تعليم أنفسنا واختراع الوسائل التكنولوجية التي تساعد في الإنتاج هذه هي الأمور التي تعتبر الضروة الحقيقية أشعر أن هذه الفكرة مجردة نوعاً ما إلا أنني أود أن أوضحها لكم لأن هناك الكثير من الناس الذين لا زالوا يعتقدون أنه إذا كان هناك شيء ما يمكن مقايضته بذهب فعندها يمكن اعتباره أنه عملة موثوقة أما إذا كان لدينا حكومة اقتصادها قوي دون أن يكون مدعوماً بالذهب عندها بالنسبة لهؤلاء الناس فهذا الاقتصاد مدعوماً بثروة أقل لكنني أؤمن أن هذه المصادر تعتبر ثروة حقيقية أقصد أنه كان لدينا عملات في التاريخ القديم تم دعمها بالذهب ولكن في كثير من الحالات كان هناك تضخم فعندما كانت العملة الأسبانية تدعم بالذهب في القرن الخامس عشر بعدما اكتشفوا كميات كبيرة من الذهب في وسط أمريكا لكن كان هناك نسبة عالية من التضخم في حين أن هذا الذهب لم يمنح الأسبان أي ثروة حقيقية في ذلك الوقت لكنه رفع ثمن كل شيء لقد استخدموه فقط في الشراء من الدول الأخرى إلا أنه لم يضف أي جديد حيث لم يساعد في تحسين اقتصادهم إذن تشكل هذه المصادر ثروة حقيقية فعندما تدعم العملة بقدرات الدولة المختلفة لزيادة الثروة عندها تزداد قيمة هذه العملة بشكل أكبر وعلى الرغم من ذلك هناك أهمية بالغة للذهب في تشغيل هذا النظام وكسب ثقة الناس في هذه العملة يجب أن تباع هذه العملة بالاعتماد على احتياطي من الذهب فلو فكرتم مليا ستجدون أن الذهب لا يلعب دورا لذا عندما قرر ريتشارد نيكسون في عام 1971 أن يلغي الغطاء الذهبي أود التأكيد هنا أنه إذا كان لديكم ثقة في قدرة الحكومة على إدارة عرض النقد بشكل فعال أي أنها لن تطبع الكثير من أوراق النقد كي لا يحدث تضخم كبير أو أنها لن تطبع كمية قليلة جدا من أوراق النقد كي لا تسبب إنكماشا مالي إذن إذا كان لدينا ثقة في قدرة الحكومة على القيام بهذه المهمة فلا يهم إذا تم إلغاء الغطاء الذهبي وبالنظر إلى الموازنة العمومية لاحتياط الفدرالي اليوم سنجد أن هناك بعض الذهب في الموازنة العامة لأننا في الحقيقة لا نعلم ماذا سنفعل بهذا الذهب وبالتالي يتم الاحتفاظ به فقط على أي حال سنتحدث بإسهاب عن ما يمكن اعتباره ثروة وما لا يمكن اعتباره ثروة لاحقا وأحد الأمثلة الذي غالبا أستعين بها هو أنني أقول للناس تخيل أنك طيار وطائرتك تحترق وتسقط وفي الوقت ذاته ترى أمامك جزيرتين في الأفق ويتوجب عليك أن تهبط على إحدى هاتين الجزيرتين يوجد على إحدى هاتين الجزيرتين كومة كبيرة من الذهب وجزيرة أخرى ترى بمنظارك من الطائرة أن عليها بعض الماشية وبعض الأشجار المثمرة وحوض من البترول كما يقع عليها بحيرة ماء عذب كبيرة بعيدة عن البترول كي لا تتلوث وقد ترى عبر مجهرك بعض الناس المبدعين والمجتهدين على هذه الجزيرة وجميع الاحتياجات اللازمة بما فيها من طرق وخيول في هذه الحالة أي من هاتين الجزيرتين ستختار لتهبط طائرتك عليها علما بأنك لن تستطيع العوداء إلى بلدك المتحضر بكل وضوح ستكون الإجابة هي هذه الجزيرة لأن هذه الجزيرة تحتوي على ثروة أكبر وبالتالي عند إلغاء الغطاء الذهبي وأنا أعتقد أن هذا الأمر يعتبر تغير في المخطط الكلي للعالم وبالطبع لقد أصبح سعر الذهب مرتفعا جدا فلم يبقى سعره 35 دولارا للأنصة الواحدة أعتقد أن سعره أصبح 700 أو 800 دولار للأنصة الواحدة الآن وبالتالي قد تعتقد أنه قد كان هناك تضخم ومن ثم كان من الأفضل لو كان لدينا غطاء ذهبي ولكن فكروا بما حدث منذ عام 1971 إضافة إلى هذا الاتمان الفائض الذي تم توزيعه خلال العشر أو الخمسة عشر سنة الماضية فقد شهدنا نقلة نوعية في الاختراع في حين لم نرى التضخم الجامع ويمكن تسمية هذه الظاهرة بالعملة الإلزامية وهي العملة الغير مدعومة بأي نوع من الأصول الصلبة لكنها مدعومة بثقة الناس في قدرة الاقتصاد الأمريكية على دعم قيمة هذه العملة سنتحدث بمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع لاحقا لا أود أن أكرر ما قلته سابقا أراكم في الفيديو القادم أردت أن أوضح لكم في هذا الفيديو أننا قد ألغينا الغطاء الذهبي